لا زال مصير العشرات من المخطوفين من شمال بغداد مجهولاً وسط اتهامات من أعضاء في مجلس النواب العراقي لعمليات بغداد بالتواطئ مع جماعات مسلحة اقتحمت منطقة الطارمية واعتقلت العشرات من أبنائها أمام أنظار الجهات الأمنية ما إن تقلصت مساحة المعارك العسكرية في العراق حتى عادت ظاهرة الخطف الجماعي التي تنتهجها ميليشيات مسلحة ترتدي زياً عسكرياً وتقود سيارات حكومية وتستهدف هذه الجماعات مناطق يقتنها أبناء مكون معين لغرض اعتقالهم واقتيادهم إلى جهات مجهولة وفي الغالب لا يعرف مصير من تعتقلهم هذه الميليشيات فيما تتخلى الجهات الأمنية عن تحمل مسؤولية الكشف عن تلك الجرائم غياب القانون وتعدد المؤسسات وعدم احترام من حقوق المواطن لذلك نركز على أن تأخذ الدولة الطريق الصحيح في المعالجة وأن توقف هذه التداعيات وأن تفعل دور القانون والقضاء وأن تحترم حقوق المواطن العراق تعتقل الناس ويختفون أعتقد هذا يسوي يولد خوف يولد رعب يولد فجوات وهذه ما من مصلحة لا البلد ولا مصلحة الجهات الأمنية فالقوة الماسكة للأرض يفترض أن تنسق مع الجهات التي تتقدم بالاعتقال وتعرف ما هي الجهات التي اعتقلت وما هي أوامر قبض هل صدرت من القضاء أم لا يبدو أن ملف الاختطافات عاد وبقوة إلى المشهد العراقي وهذا ما بدى واضحاً في مؤتمر عقده عدد من أعضاء مجلس النواب كشفوا فيه عن طريقة مريبة لعمليات بغداد في التعامل مع قضية اختطاف العشرات من مناطق شمال بغداد إذ أن العمليات أكدت علمها بوجود مدهمات واعتقالات ثم نفت علمها بذلك وبما أن هذا الموضوع سيخلق تداعيات خطيرة لا سامح الله فإننا نرى إن من الحكمة أن تقوم قيادة عمليات بغداد بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية للحفاظ على حياة المواطنين المعتقلين ونطالب أيضاً لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بعقد جلسة طارئة للكشف عن ملابسات الموضوع الخطير والتحرك الفوري لاستدعاء القيادات الأمنية لمعرفة حقيقة ما جرى وبيان مصير هؤلاء المواطنين الأبرياء تقيم على الشارع العراقي أجواء القلق من عودة الإنفلات الأمني لا سيما مع فوضى السلاح وتغول الميليشيات في مفاصل الدولة في وقت يرى فيه مختصون في الشأن العراقي أن وراء هذا التغول جهات سياسية مدعومة إقليمياً هدفها إثارة الفوضى وتغيير ديمغرافية المدن مع قرب موعد الانتخابات ترجمة نانسي قنقر